مرحبا وأهلا بكم في مقال ناشرته Reader's Digest ومترجم بالجزيرة عنوانه 15 دولة كانت موجودة قبل 100 عام واختفت من خريطة العالم رح أطلكن رابط المقالين يعني باللغة الإنجليزية والعربية بصندوق الوصف لأن باللغة العربية ما ننقلين الصور والصور حلوة يعني واحد خرج يتفرج عليها ولكن السؤال وقت أنا أريت طبعا المقال واستعربت الدول السؤال اللي كان بزهني هل فعلا نحن بسوريا أيضا من ضمن هذه الدول اللي ممكن تنضم لها القائمة لكون الدولة الستعاش من ضمن الدول كان فيه يعني فيه دول كتيره مثل ما قلت لكم فيه كونتقروها ما رح فصل فيها لأنه هذا الأساس في تجيل هاي الحلقة فيه مثلا الدولة العثمانية اللي نحنا كنا جزء منها وفيه يغوزلافيا كل الناس من أبناء جيلي يعني بيعرفوا يغوزلافيا وعصروها هي مملكة أسست عام 1918 وزالت الدولة أو الجمهورية اليغوزلافية فيه العام 2003 مو من زمان كتير وهلا طبعا هي تحولت لعدد دول يعني رأيكم رح تتفاجأ قوي ممكن اللي ما بيعرف يغوزلافيا تحولت بعد ما تفككت لسلوفينيا كرواتيا البوسنا والهيرسك صربيا جبل الأسود وكوسوفو ومقادونيا يعني كل هادون كانوا بشكل يغوزلافيا هلا الفكرة من الموضوع أنا ما بهمني يعني أحكي عن يغوزلافيا تماما ولكن بهمني أنه ناخد فكرة أنه هي في دول تنشأ وتزول يعني هذا الموضوع ممكن يحصل في العالم منو حالة شازة هلا بالنسبة لسوريا مرة تانية بدي أذكر أنه تاريخ تأسيس الدولة السورية عام 1920 مثل معظم الدول اللي كانت في المنطقة خلينا نقول دول الوطن العربي هي دول حديثة التأسيس بشكل أو بآخر هلا فيه ناس رح يزعلوا كل ما أحكيها الحكيفي بيجين تعليقات غاضبة أنه سوريا القدم وسوريا مضبوط نحن ما عم نحكي على سوريا الأرض ما عم نحكي على سوريا الشعوب الأرض السورية قديمة نشأت عليها أهم الحضارات في العالم أيضا فينا نقول أنه في كتير من الدول والأمبراطوريات يلي زهرت واندثرت على أرضها هذا مو حديثنا ولكن نحن عم نحكي عن سوريا الدولة يعني دولة وإلى جغرافيا محدودة وإلى حكومة ورئيس وإلى آخر هالدولة السورية إذا بتبحثوا بأي مرجع وبأي طريقة بتكون ياها رح تشوفوا أنه الدولة السورية تأسست عام 1920 تحديدا بـ 8 آدار وكان اسمها المملكة السورية العربية وكان الملك عليها فيصل ولكن هذه الدولة السورية مع الأسف ما شهدت حقيقة استقرار وأنا بعد هالفترة وبعد هالمراجعة الطويلة خاصة بسبب الشيء اللي صار بالعشر سنوات الأخيرة بقول كان في محاولة لإقامة الدولة السورية لأن نحن طبعا المملكة السورية العربية ما استمرت عدة شهور بعدين تعرضنا للاحتلال الفرنسي بعدين دخلنا بعصر أو يعني فترة الانقلابات العسكرية ما هدية سوريا بعدين عملنا وحدة مع مصر أصبحنا من جزء من الجمهورية العربية المتحدة بعدين عصر الانفصال سنتين صرنا تحت حكم الحزب البعث اللي كان حكم يعني ديكتاتوري ومن ثم وقعنا بحكم عائلة الأسد والاضطرابات اللي صارت الصراع على السلطة الإخوان المسلمين ومن ثم وفاة حافظ الأسد وأنا بتوقع من هذه الفترة بلشت الدولة السورية تتفكك هلا بالعشر سنوات الأخيرة تسارعت الأمور كتير وسائت يعني بدي شبه لكم الموضوع مثل إذا عنا نحنا جسم مسطح يعني ولكنه يعني مهتز ومخلخل وستينا من علو عالي كتير يعني على سطح مائي شو بيصير؟ بينفرط بيتفكك صحيح الأزاء بتظل قريبة من بعضها وإذا واحدها بتطلع بعيد بيشوفها كأنه هي لسا واحدة واحدة ولكن إذا عربت عملت زوم على المشهب بتشوف أنه القطع مفككة وهي جنب بعضها هذا الموضوع طبعا مو بس نحنا عنا بسوريا ممكن نشمل العراق واللبنان أيضا نحنا اليوم أزاء مفككة والحقيقة أنه يعني المصيبة الأكبر أنه ما تركوا لنا نحنا الشعوب اللي عايشين على هاي الأزاء القدرة أنه نمد إيدينا يعني لبعضنا على الأزاء الأخرى ونرجع نجمع هالجسم المتفكك هاد بهالظرف الصعب ربما أنه نرجع نحسن يكون فيه لحمة حقيقية ويتحول لجسم واحد متين وصلب بالمستقبل حيدونا ثبتونا وحيدونا معد عنها القدرة بالعكس زرعوا يعني بيناتنا الكراهية والنفور بحيث بتشوفوا الناس على هالأزاء بتدفش بعض البعض ما بدون يرجعوا لبعض وما بدون يرجعوا وحدة واحدة مع الأسف هذا الواقع اليوم بسوريا كل واحد عايش على جزء يطفو على سطح مائي وهذا سطح المائي على فكرة مانو هذا هو يعني عبارة عن أمواج وطلاطمة يلي هي الظروف الأقليمية والدولية ونحنا لسه فوقع من دفش بعض فالسؤال أنه نحنا ممكن نرجع يعني دولة واحدة الحقيقة هذا الموضوع صار مرتبط اليوم بعد دعا السنة من هالظروف هاي اللي عم نعيشها وهالسياق مرتبط بإرادة الدول يلي عم تتحكم في المحيط يلي نحنا طافين عليه إذا كان هاي الدول مصلحتها نرجع دولة واحدة بنرجع وإذا كان ما مصلحتها نرجع دولة واحدة وفعلا في مخطط لإعادة تشكيل المنطقة فمن الاستحارة تقريبا أنه نرجع دولة واحدة وطبعا فيه قراءة يعني فيه كثير من الأدلة أو يعني من الأحداث اللي مرأت علينا بالعشر سنين بتدلل أنه ما في رغبة أنه يرجعوا هالدول العراق وسوريا ولبنان لدول مثل ما كانت واحدة ضمن الحدود يلي نعرفها سلطات الأمر الواقع الموجودة للفترة الطويلة يلي حكمت فيها هذه السلطات الزاء من السكان في المناطق الصراعات المستمرة التغيير السكاني والديمغرافي اللي صار يعني قراءة ترتقي لمستوى الدليل نحنا خلينا نقول بأنه ما في إرادة دولية بإعادة المنطقة إلى ما كانت عليه هلا بنرجع على المقال يلي يعني هو قائمة الدول التي كانت واختفت هل رح نكون نحنا ننضم لهذه الدول التي اختفت على الأغلب إلى اليوم بيّن معنا أنه نعم نحن اليوم يعني أساساً معدنا هاي الدولة الموجودة كانت سوريا ضمن الحدود المعروفة وبالتالي الإمكانية الأكبر أنه ننضم لهذه القائمة ولكن ما نأمله حقيقة يعني وخلافاً عن باقي الأمثلة يعني الخمسطاعش دولة المسكورة بالتقرير ما نأمله بأنه ممكن تختفي الدولة السورية ولكن نأمل أن لا تختفي الشعوب أيضاً مع هذه الدولة نأمل أن لا نختفي نحن أيضاً مع اختفاء الدولة شكراً لمتابعتكن وإلى اللقاء